يا ربي دمسان العلامة هو للقفر عمد وشمال وعلاك للصحابة الجامل وتزايد من نجول السربة والله الطالب نغى بعدك الضدادة وفيدا ولذور يديك العلماء وقضى سيد البياء والآياء وقفر نسمى له النبطاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي مدح حبيبه صلى الله عليه وسلم في محكم الكتاب ووسمه بأشرف الأسماء وجميل الصفات وحسن الألقاب وأقسم على ذلك بأدوات المعرفة حرفاً وقلماً وقراطيس ودواه ليقرأها ويتذبرها ويتذكرها أولنها والألباب فقال عز من قائل نون والقلم وما يصطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجراً غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم وصلاة ربي وسلامه على من سمع مدح الصحابة فيه فأقره وثناء الأحبة عليه فأصره متبعاً خطى جده الخليل الذي جاء على لسانه في محكم التنزيل وجعل لي لسان صدق في الآخرين فاللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد كلما مدحه المادحون وأثنى عليه المثنون وقرأ سيرته القارئون وسرد شمائله الساردون وتحقق بميراثه العلماء العاملون وفني في محبته الأولياء والمقربون وعلى آله وصحبه إلى يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا منت الله بقلب سليم وأطيب التحية وأسكى السلام إلى شيخنا القدوة العارف الإمام سيد محمد عبداللاطف بالقايد شافاه الله وعافاه ومتعنا وسائر أحبته بغضاه أنجال شيخنا الأماجد الأساتذة الأفاضل طلبة القرآن الكريم والعلم الشريف أيها الحضور الكرام كل باسمه وجميل واسمه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتهم نقف على سيرة رجل ذاعت أخباره وحفظت أشعاره وبقيت آثاره لا لشيء إلا أنه أفنى حياته في محبة الجناب الأعظم وخدمة الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم مديحاً في جنابه وصلاةً وسلاماً عليه وعلى آله وذكراً لسيرته ونصراً لملته وبياناً لرتبته فما ذكر اسمه إلا وصف بمداح النبي أعني بهذا الوصف الولي الصالح والشاعر المادح والعالم العامل سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه وأرضاه فقد أودع شعره صنوفاً بديعة من مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دلت على أنه فني في هذا الجناب وسقي من محبته أعذب الشراب فأبدع في هذا السبيل أيما إبداع وأينعت قريحته عشقاً لسيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى بلغ منه غاية الإيناع وأبرز عقبة اكتنفت البحث في هذا الموضوع شح المصادر والمراجع ولولا أنه وثق هو نفسه رضي الله عنه لبعض من مشاهد حياته وذكر اسمه وكنيته ونسبه ومشربه وقبيلته في قصائده ما كنا لنقف على كثير من تفاصيل حياته إلا مما يتناقله الناس شفهياً جيلاً بعد جيل والسبب الرئيس في ذلك ما تعرضت له بلادنا من استدمار فرنسي عمل على طمس الهوية وإحداث القطيعة بين الأجيال والتاريخ وها هنا نعلن الوصل مع من قطع من هذا التاريخ بالتعريف بعلماء الجزائر من رحاب الزاوية البلقائدية ولسال حالنا يقول إن الجزائر والتاريخ ينبئكم كانت بكل حولي العز تزدان كانت مكرمة في الخير ناعمة يسعى لخيرها رجل واركبان لبت نداء إله الخلق طائعة وقام منها لنشر الدين فرسان فاسأل روباها واسأل إن شئت ساحلها واسأل قصوراً بها قد عز سلطانه واسأل مساجدها واسأل معاهدها واسأل عن العلم تنبيكة لمسان واسأل بجاية واسأل كل زاوية فيها يلقن للصبيان قرآن تهدف هذه المداخلة إلى ذكر ترجمة لسيدي الأقدر بن خلوف رضي الله عنه يذكر فيها كل من اسمه وكنيته ومولده ونشأته ووفاته ويتعرض فيها لشيء من جهاده وكرامته وتحليل بعض أغراض شعره وموضوعاته والقصد من هذا كله هو الوقوف على دلالات تأثيره في الأمة في حياته الشريفة وبعد انتقاله والتذكير بتلك الملاحم الكبرى التي جمعت بين تبتل المحراب وضراوة الحرب ونسج القصائد العصماء وصدق الحب وتذوق المعاني التي فني فيها وأفنى عمره من أجلها متمثلين قول الأول فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام رباحوا يرجع نسب سيدي الأقدر بن خلوف رضي الله عنه إلى مولاي إدريس الأكبر فهو مغراوي الميلاد والنشأة شريف النسب والمحتد يلتحق بجده عيسى الذي انتقال إلى الشقران من ناحية مستغانم الواقعة في الغرب الجزائري فهو الأخضر ويدعى كذلك بلكحل ابن عبد الله ابن خلوف ابن عبد الله ابن عمران ابن صفوان ابن ياسر ابن موسى ابن سليمان ابن عيسى ابن إدريس الأصغر ابن إدريس الأكبر ابن سيدنا عبد الله الكامل ابن سيدنا الحسن الصبت ابن سيدنا علي والسيدة فاطمة الظهراء بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمه كل وقيل اسمها خولة بنت سيد يعقوب الشريف دافين جبال الظهرة من ناحية الشلف وأشار إلى شرف نسابه في قصيدة له يقول فيها الله يرحم قائل لبيات لكحل واسم باباه عبد الله المشهور أصل في لنعات المغراوي جد رسول الله أمه جات من القرشيات اليعقوبية للا كل وفي تسميته لكحل روايات مختلفة فمنهم من قال أنها جاءت تبركان باسم الولي الصالح سيد محمد لكحل رحمه الله تعالى إذ أن أمه لم ترزق بالولد بعد أمد طويل وتضرعت إلى الله بالدعاء فرأت في الرؤية أنها تتمنطق بحزام أخضار مرصع بقطع ذهبية فزارت الولي الصالح سيد محمد لكحل وروت له الرؤية فعبرها لها بالولد الصالح وبشرها به فسمت ابنها الأخضر نسبة إلى الحزام الأخضر الذي رأته في الرؤية ولكحل نسبة إلى سيد محمد لكحل رضي الله عنه وهذا ما أشر إليه واصفا حال أمه قال دعاة الكريم المولى رفعت كفوفها للحي القهار ودعاة مدعا والرسلة إشارة إلى سيدنا زكريا وسيدنا إبراهيم ودعاة مدعا والرسلة ما خاب ظنها مرفوعة لقدار وهناك رواية أخرى تقرر بأن سبب تسميته بلكحل أنه كان وحيد أمه الذي سمته لخضر وخشية العين الحاسدة سمته لكحل وفي قصائده تردد ذكر اسمه بين لخضر ولكحل والخلوف نسبة إلى قبيلته أولاد الخلوف حيث يقول في إحدى قصائده لخضر ولد الخلوف المكنة لكحل والكنية ما هي أحرام سماني جدي وقال رحمه الله في قصيدة أخرى مخاطبا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم روحي في الجنة تشاهدك والمليكة وقوفي والحورات تقول شاعرك لك حلو جدو الخلوفي نشأ سيدي الأخضر بخلوف رضي الله عنه في ناحية من جبال مغراوة الجزائرية في وسط كريم مشهور بالخصال العربية والإسلامية ولا توجد معلومات دقيقة عن تاريخ ميلاده رضي الله عنه بالطبط فقد رجح المؤرخون أنه ولد في أواخر القرن الثامن الهجري الموافق للقرن الخامس عشر ميلادي وما يقربنا إلى وقوف على ميلاده ما وثق به هو نفسه في إحدى قصائده المعروفة بالوصية والتي يقول فيها من القرن الثامن عديت سنين وزايع والأيام ماضية والحاسب محسوب تميت بهمة القرشي القرن التاسع والفلكينثنا والجالب مجلوب نحمد الإله على دين الشافع سيد المهاجرين مفرج الكروب وهو بذلك يستوفي القرن التاسع كله ليتوفاه الله في أوائل القرن العاشر الهجري بعدما عمر طويلا أكثر من مائة وخمسين وعشرين سنة تزوج سيده الخضر بن خلوف قدس الله سره من للا غنو رضي الله عنها وقيل اسمها غنو وهي ابنة الولي الصالح سيد عفيف الشريف رضي الله عنه دافين منطقة شواشي شرق مدينة مستغانة وقد رزق منها أربعة أبناء وهم أحمد ومحمد وبالقاسم والحبيب وبنتا واحدة اسمها حفصة والملاحظ على أسماء أبناء سيده الخضر بخلوف أنها أسماء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ذلك إشارة ورمزية كبرى إلى تعلقه بهذا الجناب الأعظم والفناء فيه وفي هذا المعنى يقول يا محمد عليك سميت أولادي بل قاسم والحبيب هو مولاعة أحمد ومحمد اذ خيرتي وزادي بهم منفوز في نهار الشفاعة وبنيتي حفصة نعمة من كبادي ربيت الولف عليها من الرضاعة وقسم سيد الأخضر المخلوف حياته إلى قسمين القسم الأول من موليده إلى سن الأربعين والقسم الثاني من سن الأربعين إلى وفاته حيث يقول في هذا الشأن جوزت مية وخمسة وعشرين سنة حساب أوزت من وراء سني ستة شهور منهم ممشاة ربعين ربعين سنة مثل الصراب وما بقى ممشاة فيه متح المبرور فالمرحلة الأولى التي هي أربعون سنة الأولى من حياته تتلخص في أمور أولها حفظه للقرآن الكريم وطلبه للعلم الشريف وجهاده في سبيل الله ردا على العدوان الإسباني الذي كان في زمانه أما حفظه للقرآن الكريم فقد كان في صغاره فتعلمه عند كل من سيد محمد لكحل وسيد بوحيا رحمهم الله تعالى وظهرت علامات النجابة والخصوصية عليه منذ صغاره فمن القصص المشهورة عنه أنه أتت به أمه للشيخ سيد محمد لكحل ليحفظ القرآن الكريم ولكن بعد فترة قصيرة أمر بتسريحه بعد أن رأى من أمره العجب إذ أنه كل ما أراد أن يسلك له اللوحة وجدها مسلوكة فتتبع أمره فكاشفه الله بحاله فوجد الشجر والحجر والحيوان يفسحون له الطريق ويقولون افتحوا الطريق لماذح رسول الله فلما استفسرت أمه عن سبب التسريح قال لها الشيخ الشيخ ما يقرر الشيخ وأكمل حفظ القرآن عند سيد بوحيا المدفون بالقرب منه بذوار أولاد غازي بمدينة سيد الخضر بعد ذلك انتقال إلى بلدة مزغران بالقرب من مدينة مستغانم قصد طالب العلم فتتلمذ عند كل من سيد بقاسم بعسرية وسيد منصور وغيرهما من علماء المنطقة وفي هذه الفترة وفي فترة وجوده بمزغران خالط الأتراك فرأوا فيه الأمانة والشجاعة وهو في سن سابعة عشر من عمره فانضم إلى الجيش في عهد السلطان خير الدين برباروس وتزامنت هذه الفترة مع الغزو الإسباني على السواحي لجزائرية وله قصيدتان روا فيهما وقائع المعركة التي خاضها ضد الإسبان القصيدة الأولى سميت بقصة شرشال ويروي فيها مسيرة الجيش ما بين الجزائر إلى مستغانم ومزغران حيث مر على كل من البوليدة والأصنام ومقام سيد عابد وضارح سيد أبو عبد الله بالقرب من مدينة ودرهو غرب غلزان حيث يقول فيها شاب راسي من لوعة أو من قوة لعة الحمال مسطرين الفرس المشيه جاية والخلوفي نادهوي سيس البطال والعرب بالسنجاق والقوم غازية في جبل شرشال حطينا لقتال الحق في ذاك اليوم أمم باكية والمهمة التي أوكلت إليها رضي الله عنه من السلطان التركي خير الدين برباروس هو توحيد القبائل عربية وتحريضها على الجهاد في سبيل الله كما أوكلت إليه مهمة حمل الرسائل وتقص الأخبار من الظهرة إلى الجزائر المحروسة حيث يقول في هذا المقام عشرين ألف عربي كنا مقاتلة منهم القائد والوزير والحكيم حتى شوار المرجى والناس جافلة أمقام سيد إبو عبد الله الوالي الزعيم تبعون شلة الكفار الهاملة أبقى السيفي شالي والحرب وزديم ومما يؤيد دوره رضي الله عنه في الانتصار في هذه المعركة ما أخبر به رضي الله عنه في هذه القصيدة من عدد الجنود الذين جندلهم بسيفه في هذه المعركة حيث قتل مئة وخمسين كافرا لوحده ما صر في ذاك اليوم في المجاهدة كل فارس ملتهي في دمه يعوم مئة وخمسين كافر والناس شاهدة قتلتها من شنضات ثرائت الروم وشنضات هذا كان أمير جيش الأمير الذي كان على جيش الإسبان أما القصيدة الثانية فهي القصيدة التي أرخ فيها لمعركة مزغران والتي يقول فيها يا فارس من ثم جيت اليوم عيد خبار الصح معلومة يا عجلان ريض الملجوم ريض جنود الشم المومة يا سيني على انطراد الروم قصة مزغران معلومة شارك سيد الأخضر المخلوف رضي الله عنه في هذه المعركة التي شنتها القيادة العثمانية ضد الإسبان التي وقعت في 26 من أوت 1558 ميلادية حيث دخلت القوات الإسبانية مدينة مزغران وحطمت بوابتها الضخمة لتنحث من حجاراتها مقدوفات لمدفعيتها وكان ذلك الدخول في الثاني والعشرين من أوت من نفس السنة واشتبكت قوات المجاهدين أو اشتبكت مع قوات المجاهدين غرب ضاحية مستغانم وأعلن الكود الكوديت النفير العام عند مطلع الفجر من الثالث والعشرين من أوت وأصبحت المدينة كلها ساحة للحرب ووصل القتال إلى مرحلة حرجة بالنسبة للمجاهدين إلى أن وصل جيش الجزائر بقيادة حسن خير الدين وبمجرد وصوله ودخوله للمعركة كان الصدام عنيفا فما غربت شمس ذلك اليوم حتى تم إبعاد الإسبانيين إلى ما وراء أسوار المدينة وصف سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه تفاصيل هذه المعركة وما حدث لهم من حوار مع السلطان التركي في تلك الفترة وكيف حفزوه لمواهجة الإسبان وأكدوا له أن العقيدة التي يجب أن تبقى في هذا البلد هي عقيدة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حيث يقول في هذا المقام جاءوا شيخ سويد للسلطان وفيهم أبو بكر ومحمد قالوا يا أمير لا تليان لا دين إلا دين محمد أما الشطر الثاني من حياة سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه فإنه مختلف عن الأول وهو ما بعد الأربعين من عمره إلى وفاته والذي دخل فيه طورا آخر من حيث المعرفة والسلوك وقضى فيه أكثر من خمس وثمانين عاما في الذكر والعبادة ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد مرور خمسين عاما من عمره رضي الله عنه أكرمه الله بمعرفة من يأخذ بيده فقد رأى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يأذن له بزيارة ضاريح شيخ الشيوخ سيد أبي مدين الغوث رضي الله عنه وأرضاه دفين تلمسان فتوجه إليه وكتب قصيدة الأمانة التي روى فيها أحداث تلك الرحلة بالتفصيل حيث يقول فيها أسعدي وفرحتي من بومدين المغيث جبت الأمانة بها وفيت حاجتي من بعد خمسين عام وانا نستنى أسعيت بروح رحتي محمد الفضين المفتاح الجنة وحكى رضي الله عنه أنه دخلت نمسان بيوم الجمعة وقضى الليل في جبل أحنيف يتعبد ويذكر الله تبارك وتعالى بسبحته حتى بزغت عليه شمس النهار وكان قد أدى فرضه وسنته ثم انطلق إلى العباد وهناك سامع نداء سيد أبي مدين الغوث وحدث اللقاء الروحي بينهما وأخذ العهد عليه وطال الحوار بينهما إلى أن بشره سيد أبو مدين من قضاء حاجته وأخذ أمانته وقد طبع عليها مئة وعشرون وليا صالحا ليتم الختام بالختم المحمدي على صاحبه أزكى الصلاة وأزكى السليم وفي الحوار الذي ضار بينهما يقول بتنا بذكرين الليل وما طال على دين النبي أحمد طه المبرور قال أنا أبو مدين أصليم للفضال في الأندلس همتي فيها مذكور قلت أنا بن خلوف مداح المرصال هويني بالحديث يا مصباح النور وفي القصيدة نفسها عدد الأولياء الذين زار أذرحتهم حينما قفل راجعا من تليمسان إلى مستغانم فعراج على وهران وزار داريح سيدي محمد بن عمر الهواري رضي الله عنه وأرضاه ثم طاف على الأولياء المدفونين بمستغانم فزار كلا من سيدي سعيد البوزيدي وسيدي عبد الله دفين حي المطمر وسيدي بخرشوش وسيدي معزوز البحري وسيدي البيبوش لاغم وما قام سيدي حمدوش وسيدي بالقاسم بوعسرية وسيدي الحراب وسيدي منصور وبعد ذلك تفرغ سيدي الأخضر مخلوف للعبادة والذكر ومدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لسيدي الأخضر مخلوف مكان يتعبد فيه يسمى بخيمة الشعر والتي نظم فيها معظم قصائده فيها وحدث له فيها كثير من الكرامات والمشاهدات أعظمها رؤية سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضة ومنامة والتي بلغت عدتها التسع وتسعين رؤية حيث يقول تسع وتسعين رؤية والعاطي ما زال يعطي وقال فيها في خيمة الشعار يفهمة جازارني ظريف المبسم النور بين بعض الظلمة الشعاع والبها والعظلم ويقول أيضاً نوري الأهل العقول سري ما نجحد جميعاً لي انظرته ويجب نهضر به الملقى الأولى بسيدي محمد صاحب التاج واللواء أسعدي به عند صلاة العشاء كنت أنا ساجد حتى انظرت الفضيل صلى الله عليه يعتبر الشعر الملحول في شقه الديني من أبرز الوسائل التي اتخذها بعض العلماء لتوصيل حقائق الدين لعامة الناس والقصد من ذلك أن تصير هذه الحقائق ثقافة عامة يستوعبها عامة الناس من خلال لغة سهلة وبسيطة توصلهم إلى المقصود من أقصر طريق فتثبت عقائدهم وتصلح أخلاقهم وتصحح عباداتهم وهذا السبيل هو الذي انتهجه سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه فقصد إلى الوسيلة العظمى والسبب المنجي في الدنيا والآخرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمدحه ونشر سيرته وبث محبته وكتب الله لقصائده القبول في الأمة بمختلف طبقاتها خاصها وعامها وترنمت بها أصوات المنشيدين والمسمعين وتذوقتها قرائح العلماء والذاكرين فأضحى ثقافة شعبية يستأنس بها وتستحضر في مختلف المناسبات وحينما نتكلم عن الموضوع البارز في شعر سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه نجد موضوع المدح في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الموضوع الأبرز من كل المواضع التي تناولها رضي الله عنه وتترق بعد ذلك لمواضع أخرى كالتاريخ والزهد والتصوف والوعظ وحتى تحقيق المسائل العلمية والباعث من ذكرها في أغلب الأحيان يكون خادماً للموضوع الأبرز ألا وهو مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه لمختلف علوم السيرة النبوية الشريفة من الفضائل والشمائل والخصائص والدلائل المتعلقة بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مازجاً سردها بعقيدة التعظيم فيه ومعطراً ذكرها بالصلاة والسلام عليه فيقول رحمه الله تعالى صلى الله عليه كيام ضلال بالغمامة يا مولا يحمد شفيع عرب المعاصي يا عز الأرمال ياكفي لليتامة يا فكاك المذنبين يوم القصاص صلى الله عليك يا كريم الكرامة يا مفتاح الخير يا غني كل ساسي صلى الله عليك يا عظيم الشمائل يا من للك هم إلا هم الشفاعة صلى الله عليك يا خير الوسائل وعلى آلك في كل حين وساعة يا ترياق السم يا طبيب العلايل يا محاقد غل والغش والبداعة ومما سمعناه من أحد أنجال شيخنا حافظهم الله بأن سيدنا الشيخ سيد محمد بالقايد قدس الله سره كان مما يعجبه كثيراً من شعر سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه قوله نحتاجوك الهيه وهنا يا من بيك الساس مبني فيعجب سيدنا الشيخ قدس الله سره من جمع هذا المعنى العظيم في عبارة موجزة بسيطة من غير تكلف ولا تعسف حيث يبين هذا البيت بأن الحاجة لسيدنا صلى الله عليه وسلم حاصلة في جميع الأحوال دنيا وأخرى وتوسلنا وصلتنا وتشفعنا به حاصل في الدنيا والآخرة لأن الإيمان به ومحبته واتباع شريعته هو أساس النجاة في الدنيا والآخرة يا من بيك الساس مبني وإذا ما رجعنا إلى تفسير قوله تعالى وابتغوا إليه الوسيلة وجدنا سيدنا عبدالله بن عباس رضي الله عنهما يقول الوسيلة هي الحاجة فتعبير سيد الأخضر بن خلوف بلفظ الاحتياج له صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة تعبير دقيق نابع عن علم وبصيرة فلا عجب ولا غروة أن يقف عند هذه العبارة سيدنا الشيخ قدس الله سره مبينا عظيم مقصودها وعمق معناها ومما يميز شعره رضي الله عنه أنه يخاطب الذات المحمدية بالزيغة الحاضر المخاطب مستصحبا خطابا مصلي في تشهده وهو يقول السلام عليك أيها النبي وهو يقول رضي الله عنه يا محمد هاي سيدي صلى الله عليك لابداء يا محمد هالعربي مع الزكيعين الوحدة وهنا يشير إلى أن محبته صلى الله عليه وسلم والفناء فيه يقتضي حضوره في القلب واستلهامه في كل وقت وحين واتباع شريعته وتمثل أخلاقه والعمل بسنته حتى يصير أحب من النفس والأهل والولد والوالد وأن يكون العين الواحدة الوحيدة التي نرى من خلالها كل شيء ويقول في هذا الباب أيضاً لو كان لكوان جبال يقال فيك أنت الربوة ولو كان لكوان جمال يقال فيك أنت الذروة ولو كان لكوان أعمال يقال فيك أنت العلوة ولو كانت لكوان شهد مفروز ما مثلك شهده من صاب لي منه مثلد أن نقول بسم الله ونبدأ إن الناظر في المعاني التي تناولها سيد الأخدر بن خلوف رضي الله عنه يجد الرجل على قدم راسخة من العلم ومرتبة عالية من التحقيق فيه فاستعماله لكل من مصطلحات العقل والنقل والظاهر والباطن والسنة والمشهور والنفي والإثبات والماضي والمضارع في أشعاره يدل على أنه عالم متفنن متقن ففي علم التوحيد مثلا أتى بكلام في فضل لا إله إلى الله وافق فيه قول المحققين من الصالحين وعلماء الكلام العاملين فقال رضي الله عنه لا إله إلا الله بالنفي والثبات الثبات إلى الله والنفي للغير لا إله إلا الله توحيد هبيات في ضمير المريد المستجير لا إله إلا الله ما دام تلحيات نذكر اسم القادر المقتدير لا إله إلا الله من سرها غرام جالب أهل الخلوة سلب عقولها تمتج في الجسد والروح والعظام نافية شغل الدنيا وجميع أموالها وهذا الكلام على بساطة لغته له أصول في علم الكلام وعمق عند أهل السلوك بل هو ما أشر إليه إسماعيل حقي رحمه الله تعالى حين قال كلمة التوحيد مركبة من النفي والإثبات فبنفي ما سوى المعبود وإثبات ما هو مقصود يصل الموحيد إلى كمال الشهود وقال الإمام السنوسي رضي الله عنه وهو يحث على ذكر لا إله إلا الله فعلى العاقل أن يكثر من ذكرها مستحذرا لمحتوى عليه من عقائد الإيمان حتى تنتزج مع معناها بلحمه ودمه فإنه يرى لها من الأسرار والعجائب إن شاء الله ما لا يدخل تحت حصر كما حقق رضي الله عنه مسائل أخرى في العقيدة كوجوب المعرفة وعدد الأنبياء والمرسلين عليهم السلام وشروط التوبة وغيرها من المسائل بجمل بسيطة من الملحول يستوعبها العام والخاص من غير أن يخل بتفاصيل المسألة وإن مما هو معلوم أن سيد محمد بن سعيد البصيري رضي الله عنه فصل في عقائد اليهود والنصارى وبين تناقضهم في الهمزية والمتتبع لقصائد سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه يجده متابعاً السبيل نفسه لأنهما يصدران عن مدرسة واحدة مدرسة مدحي ومحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأن اليهود والنصارى اتفق على عداوة وحرب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فكيف لهما وكيف للمحب أن يسكت إن سيد الأخضر بن خلوف رضي الله عنه كما حارب النصارى بالرمح والسيف قارع اليهود بالكلمة والحرف فله قصيدة استعمال فيها كلمات من العبرية مما يدل على أنه كان مطالعاً على كتبهم وعقائدهم فنقش من خلال ذلك كله مقولاتهم في الاعتقاد وفند كذبهم وتحريفهم للتوراة ومما جاء في وصفه لهم وهم يترقبون ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دار عساس في ديار بن هاشم سيحبين الفقار الليل ونهار هما في ذا وذا قوم وجوه لهم حتى زاد الرسول وهوات خباره سمعوا به اليهود قالوا ذا شي غم البعض صدقوا والبعض غاروا كتموا لسرار ثم صارت مخفية ثم صارت مخفية قوم ابنين الحسود عمايم كحل على رؤوسهم ملوية لعنت الله على اليهود أما النصارى فعلاوة على أنه رضي الله عنه جاهدهم وهزمهم في ميدان المعارك والحروب إلا أنه رد عليهم في بعض من شعره كذلك حيث تناول أوصافا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو ثابت في الإنجيل فيقول وهو يصف سيدنا صلى الله عليه وسلم الفاتحة القتم الخاتم بارقليط ضيعينية القرشي المشفع المعظم أمني لا خوف عليا وكلمة البارقليط أو الفارقليط أو البركليتس باللغة اليونانية هي كلمة في إنجيل يحنى ترجمت إلى المعزي يأتيكم المعزي وترجمت كذلك بالمدافع والمحامي ولكن العالم الأزهري عبدالوهاب النجار في كتابه قصص الأنبياء ذكر أنه التقى وسأل المستشرق الإيطالي الخبير باللغة اليونانية القديمة ثم تخصص في اللغات الشرقية كارلو نيلون عن كلمة البارقليطس فأجابه بأنه المعزي فأعاد له السؤال وقال له أنا لا أسأل المتعصب الكاثوليكي وإنما أسأل الأستاذ المتخصص في اللغة اليونانية القديمة قال فأحمر وجهه ونكس رأسه وقال باركليتس تساوي تماماً صيغة أفعل من التفضيل من الحمد أي أحمد وهذا ما جاء به القرآن الكريم ومبشراً برسول من بعد يسمه أحمد فلما أقرها سيد الأخضر المخلوف استنتجنا بأنه كان على علم بهذا الوصف في الإنجيل فذكر سيد الأخضر المخلوف رضي الله عنه هذا الوصف لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دال على سعة اطلاعه على سيرته وشمائله صلى الله عليه وسلم حتى في الكتب المتقدمة وإذا تقرر ما سبق ذكره من رد الإمام البصيري رضي الله عنه وسيد الأخضر بن خلوف على اليهود والنصارى فإن زوايان ربت طلبتها ومريديها على هذه العقيدة فإن شادوا قصائد هؤلاء السادات في مناسبة المولد وغيرها ما هو إلا ترسيخ لهذه العقيدة والتذكير بها ونذكر في هذا المقام قصة رواها سيد الحاج بن كنبوش رحمه الله تعالى وقعت في الثلاثينيات من القرن الماضي عن فقير من فقراء سيد محمد الهبري قدس الله وسره وكان اسمه محمد وكانت مهنته كنس الطريق وكان بجنبه رجل وهو يكنس في الطريق رجل هو امرأته من الكفار من اليهود أو النصارى فقال له فمر عليه فقير أخوه في الطريق وناداه سيد محمد سيد محمد فلم يجبه فلما التقي مساء قال له الذي نده ناديتك فلم تجبني قال سمعتك ولكني لم أجبك لألا يرى أولئك الكفار محمدا وهو يكنس الطريق فانظر كيف كانت عقيدتهم صافية ونسبتهم عالية بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وما ذاك إلا لأنهم تربوا تربوا في حياض قصائد سيد محمد البصير والسيد الأخضر بن خلوف وأمثالهما رضي الله عن الجميل توفي سيد الأخضر بن خلوف في أوائل القرن العاشر الهجر عن عمر يناهز مائة وخمسة وعشرين سنة ورجح المؤرخون بأنه توفي في حدود سنة ألف وأربع وعشرين للهجرة الموافقة لألف وخمس مائة وخمس وثمانين للميلاد ودوفنا رحمه الله تعالى قرب خيمته محددا مكان دفنه في وصيته لأولاده فقال حفظوا وصايته وديرها تاجر وص يوصيكم الخلوف بعلم التبيين أطهلوا في خيمتي والشهدوا ليجلوس كما في اليقضى شاهدنا جبريل النخلة تبت تلقح من بعد اليبوس حداها يكون قبري يا مسلمين ولازالت هذه النخلة علامة على صدق هذا الكلام الذي قاله قبل أن يلقى الله تبارك وتعالى وفي أبيات أخرى يوصي من يأتي بعده بأن يذكروه بخير لا لشيء إلا لأنه كان مداحا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشرا لمحبته وسيرته وشمائله في الناس فقال مؤكدا بأن هذا العمل هو أرجى عمل عنده عند الله تبارك وتعالى استوصوا بي أدخلكم يا جماعة عند خروج الروح تحضروا يا أخواني اجتمعوا عندي وعظموا الحق ساعة وادعوا بالرحمة وصبروا من كاني والشهدولية شهادة الخير النافعة وقولوا كان هنا بن خلوف الفلاني قايم بالسنة مقتدي بالكتاب قولوا يا الإسلام كل ما كان فينا حاش الله عذبه بنوع العذاب نتفكره من كان يمدحنا بينا وهذا ما نشهد به له رضي الله عنه بأنه مدح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فانيا فيه فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمه وأن يجازه عنا خير الجزاء وأن يلحقنا به مسلمين موقنين محسنين ثابتين على العهد مغيرين ولا مبدلين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشفي شيخنا سيدي محمد عبدالعطيف بالقائد اللهم اشفيه من عندك شفاء لا يغادر سقما اللهم ارحم سيدي محمد بالقائد واجعل قبره روضة من رياض الجنة واجعله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحاسون أولئك رفيقا اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين واحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين إنك ولي ذلك والقادر عليه وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اتمنى اللهم اشفاء Anthem اللهم اتمنى اللهم اتمنى اشتركوا في القناة